السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الأربعة ثلاثة أيار مايو طبعا القمر موجود في برج الميزان الآن هو موجود في منزلة الغفر في ساعات الصباح بده ينتقل ويصير في منزلة الزبانية وبما أن القمر موجود في برج الميزان معناته إحنا اليوم عاطفيين الزيادة وحسسين الزيادة شوي ممكن نكون اجتماعيين نفكر بعاطفة أكثر والاهتمام له علاقة بالبيت بشكل كبير أو بأحباءنا إن كان من ناحية إيجابية أو من ناحية سلبية طبعا في زاوية رح تتشكل اليوم هذه الزاوية إلها تأثيرات شوي صعبة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا موجودة بالحلقة اللي بتنزل يبل هاي الحلقة بتفصيلاتها الكاملة وكل شرح الحركة الفلكية لليوم بتفصيل كامل إن كان الزوايا البطيئة وبعض التحليلات والدراسات اللي لها إعلاقة كيف نحلل الأمور وإجابة على الأسلة بتكون في حلقة منفصلة هاي فقط للأبراج بالنسبة للزاوية الفلكية طبعا الوحيدة اللي رح تتشكل اليوم هي زاوية ما بين القمر وما بين المريخ وهاي الزاوية زاوية التربيع السلبية ذروتها الساعة التسعة وتسعة دقائق مساء من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت جرانيتش يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعة صباح يوم الأربعاء وبتستمر حتى ظهر يوم الخميس هاي الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساء منقوم فيه على حسب حق الإختصاصنا تشتغل بالتجارة بدك تكون هادي بالعاطفة بدك تكون هادي بيصرف الفلوس بدك تكون عاقل بأي شيء بدك هدوء تام يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكونوا محبطين عاطفيا أي شيء ممكن إنهم يستفزهم عادي جدا بثورة عارمة من الغضب وبسببوا مشاكل وممكن يعني ما يهدوا بسهولة لأنه هاي الزاوية بتخلينا عدوانيين أكثر وبرضو كثيرين الصمت مبغضين للنساء بتزيد من خيالنا نشرد هيك نتخيل أشياء منعيش بالوهم وبيدفعنا لأقصى الحدود وبيسببنا خصومات مع النساء ويستحسن ألا نقوم بأي عمل مهم أو بتطلب دقة عشان شوية تركيز بيكون فيه خلل وتراجع وطارد بأثر فعشان هيك لازم إنه ننتبه وهذا التحول مضر جدا للصحة خصوصا بالصحة النفسية من وسواس واكتئاب وأمور أخرى أما بالنسبة للأحداث المتوقعة خلال هذا اليوم خلينا نروع على التوقعات برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا أنت أكثر الأشخاص أو من أكثر الأبراج اللي بدأ أحكي لهم ديروا بالك ليش؟ لأنه أنت القمر موجود مقابلكم وهذا اليوم بما أنه بعزز على أمور اللي إلها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية معناته نقاشات حدة وسوء تفاهم وتتذكر مواضيع قديمة أو مشاكل قديمة وتنفجروا فاليوم قدر الإمكان ضبط الأعصاب مطلوب رغم أن الأجواء جيدة للحوار والنقاش إذا حاورتوا بهدوء والنساء اللي بتتعامل مع أزواجهم اللي من برج الحمل إذا شفتيه ساكت أو ملتزم الصمت حاول أنك ما تستفزيه يعني نوع من أنواع التوازن ولكن الجو العام هو بركز على الشراكة المالية والعاطفية وموليد الحمل ينتبه من العصبية قدر الإمكان وينتبه على صحتهم أيضا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا التركيز رح يكون على العمل وعلاقاتكم مع زملائكم وعلى الوضع الصحي فعشان هيك تنتبهوا لعملكم إذا بتشتغلوا بالأمور اللي إلها علاقة بالنيران أو إلها علاقة برفع الأوزان بتكون تنتبهوا من التشنجات العضلية واللي بيشتغلوا بالنيران أو بيشتغلوا بالمطابخ أو ستات البيوت ينتبهوا من الجروح وأيضا من النيران هاي أهم نقطين بالنسبة للأشخاص اللي بيرفع الأوزان ينتبهوا على ظهرهم أو أسفل الظهر من الإصابات الآن ممكن تنجز بعض الأعمال خلال هذا اليوم أو تتمم بعض الأمور أو تبدأ بعمل جديد ولكن العصبية موجودة ما ممكن زميل إليك يستفزك ممكن يوكل حقك أو يطلع لكتافك مثلا أو يصير فيه خلافات ومشاكل وأنت تدخل طرف لحلها وبعدين تلاقي أنك أنت حملت الأمر ودخلت فيه بشكل كبير برضو مشاكلكم رح تكون بالمستشفيات مع الأطباء مع هذا ممكن شخص من موليد برج الثورة يروح يراجع مستشفى مع الأزدحام يصير مشكلة بينه بين الطبيب أو بينه بين الممرضة فعشان هيك برضو بتكون تنتبوا بتعاملكم مع الزملاء الوسط الطاقم الطبي وأيضا الأمور اللي إلها علاقة بالإصابات هاي أهم النقاط اليوم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هنا هذا البيت الخامس للكم يعني تشتد رغبتكم بالتقرب منها أحباكم وتعزيز العلاقة معهم الاتصالات جيدة اتمام الأعمال جيدة بتساعدك كثير في حل بعض المسائل اليوم ماشي في شوية حضوض ولكن مش هالحضوض القوية راح تكون لأنه تراجع وطارد زي ما حكينا في بيت متعبك فضبط الأعصاب مطلوب مشاكلكم اليوم بتكون تتركز على الأحبة تعامل مع الحبيب وأمور إلها علاقة برضو بالمغامرات المالية اللي هم الأشخاص اللي بيشتغلوا على اللوتو والمراهنات والأشياء اللي زي هيك هدولة بندفعوا دائما في أشياء بتبين لهم انها مغرية جدا وممكن حققوا مكاسب ولكن بصير فيها خسارات فانتبهوا برضو من هاي النقطة العصبية حادة وسرعة تقلب بالمزاج مرعبة عندكم عشان هيك بدكوا تكونوا حذرين لأنه هذا الشيء راح يخرب عليكم كثير من الأمور وممكن يصير خلاف مع أحبائكم بشكل يعني صعب شوي أو ممكن تقلقوا على صحة أحد الأحبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم خلال هذا اليوم يعني كل التركيز راح يكون على البيت وعلى العائلة فعشان هيك ممكن اليوم يظهر مصاريف تصليحات أعطال منزلية هموم على صحة أحد أفراد العائلة لقاء بضيف الأعلاقة بالبيت خلال هذا اليوم برضو ولكن بدكوا تتجنبوا توبيخ الأحبة العصبية داخل المنزل افتعال المشاحنات تقلب المزاج عدم تقبل رأي الطرف الآخر فتور بمشكلة كبيرة معلها أي داعي بإمكانك أنك تتجاوزها بكل هدوء الستات اللي بيشتغلوا بالمطبخ في البيت برضو بدهم ينتبهوا من الجروح والإصابات والمصاريف للزيادة اللي ما إلها داعي أو الأشياء التصرفات كمشتريات أو فتح ورشات منزلية برضو ما إلها داعي الأشياء الدقيقة حاول تبعد عنها شاغلات العامة الروتينية اعملها بكل هدوء الأمور اللي إلها علاقة بأنك تشتري بيت أو تستأجر بيت أو تنقل لبيت خلال اليوم بدك تدقق بشكل كبير بالعقود وبحقوقك عشان ما ينضحك عليك لأنه سهل استغلالك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا انتو غصة لحالكو احنا قصدي انا واحد منكو يعني ماشي احنا غصة لحالنا اليوم اليوم هذا يعتبر من الأيام المميزة بالنشاط دراسة سفر اتصالات حوارات نقاشات شوفوا كل هاي إيجابية وكلها سلبية يعني بمعنى آخر الي عنده دراسة ممكن يتسرع بالإجابات فتيجي على راسه ويطلع غلط الي عندهم تنقلات من الازدحام بسبب تراجعه طارد ممكن يصير عندهم أعطال بالسيارات أو الأجهزة الإلكترونية أو حوادث فبدكوا تنتبهوا أثناء قيادة السيارة أثناء الحركة انتبهوا من الإصابات الأسد مشكلته الصدر الرئتين والقلب ديروا بالكم من التحسس وديروا بالكم من التشنجات العصبية اللي ممكن تأثر على الشرائين هاي يعني دمار اليوم بدكوا تنتبهوا أثناء تعاملكم مع الإخوة والجيران صحيح أنه انت عندك قدرة على الإقناع ولكن طبيعة لاهجتك فيها عصبية فيها حدية ممكن تنفهم بشكل خاطئ وتقلب المزاج عالي جدا ذكور برج الأسد بيحبوا الاختلاء بنفسهم بيحب يكون لهم عالمهم الخاص اليوم هاي الحالة أو الظاهرة رح تزيد عند موليد برج الأسد وهذا الشيء رح يسبب خلاف مع نسائكم أو مع أحباكم فديروا بالكم من هاي النقطة حاولوا أنه يعني نعمل توازن نعمل توازن ماشي على توازن ولا بطيخ برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بركز على الأمور المالية بمكاسب مالية بتيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أهم شيء أنه اليوم بدكوا تنتبهوا على الوضع المالي سهل استغلالكم خصوصا في ساعات المساء بيكثروا الأشخاص اللي رح يحاولوا يأخذوا منكم فلوس أو دعم أو يورطوكم بمشروع أو بفكرة جديدة أو يستدرجوكم لوضع مالي معين أو يفتح مشروع ما معينك تشوف أنه ناجح جدا ولكن هو يكون فخل خسارة مالية فبدك تكون حذر جدا خلال هذا اليوم لأي تعاملات مالية حتى إذا في تسوية أو حتى ونرعيها علاقة بالقروض أو الديون حاول تنتبه منها وانتبه على مالك من السرقة أو الضياع أو المغامرات المالية على أنواعها ما بناسبك أي مجازفات مالية خلال هذا اليوم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر موجود عندكم ولكن الزاوية اللي رح تتشكل إلها علاقة فيكم عشان هيك اليوم ماشي بتشعروا بثقة بالنفس تجدوا نوع من أنواع الطاقة العالية عندكم في حماسة بتقدروا تدخلوا تعديلات أو تغييرات على روتينكم أو على مظهركم ولكن حسسيتكم مفرطة جدا فممكن تتحسسوا من أي كلمة من أي نظرة من أي تصرف وهذا الشيء رح يأثر على نفسيتكم رح يأثر على نفسية شريككم العاطفي وممكن تدخلوا بخلاف من وراء هذا الموضوع أنك تحاول تكون مرن وتحاول أنك أنت تمسك العصى من المنتصر أنت المطلوب منك اليوم تكون هادي أنت المطلوب منك تكون متزن مش الطرف الآخر لحسب برجه طبعا حاول قدر الإمكان أنك تتجاوز تأثيرات هاي الزاوية لغاية صباح يوم الخميس لأنها تأثيراتها مش سهلة مع ظل الزوايا الكبيرة اللي بتتشكل فحاول تبعد عن المشاكل قدر الإمكان والتوترات العصبية والقلق والشك والغيرة والانفجار المفاجئ يعني بدك تتمالك عصابك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر موجود في بيت المتاعب وبما أنه موجود في بيت المتاعب معناته بدك تنتبه على صحتك بدك تنتبه من التعب من الملل تحاول تخلد للراحة من وقت لآخر حاول أنك تعمل الأعمال الروتينية فقط لا غير يعني حاول أنك ما تدخل بأي شيء جديد أهم شيء أنك تنتبه للصحة لأن الصحة متقلبة بشكل كبير خلال هذا اليوم وخصوصا الأمور اللي إلهي علاقة بالأمعاء وإلهي علاقة بالرحم إلهي علاقة بأسفل الظهر ومنتصف الظهر أيضا واللي هي التشنجات العضلية وأيضا الأمور اللي إلهي علاقة بالعصبية حاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة لأنه ما رح تكون لمصلحتك يعني بدك تهتم بصحتك تهتم براحتك تهتم بتغذيتك ما تغامر وما تجازف نهائيا خلال هذا اليوم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم نشاطكم اجتماعي اليوم لقاءات أو اتصالات أو لقاء مع الأصدقاء أو مناسبة أو حفلة أو هاي الأمور ولكن نصيحة أي حد بتطلع عليك بالنظرة لا تحللها لا تحاول تقول ليش بتطلع عليه ليش حكا هيك ليش الكلمة هاي إذا حللت هاي الأمور اعرف أنك أنت دخلت بمشكلة كبيرة ورح تسبب لحالك وجع رأس أنت اليوم حساس زيادة عن اللزوم رح تكون ومشاكلك كلها رح تكون مع الأصدقاء أو من خلال تعاملاتك الاجتماعية أو مع علاقاتك فحاول قدر الإمكان تضبط أعصابك ما تفتح مواضيع قديمة ما تخلي الطرف الآخر يفهمك بشكل غلط لأنه أي خلاف أو مشكلة اليوم رح تحتد ورح تكبر وممكن تنقطع العلاقة ما بينك وبين أحد الأصدقاء صحيح أنه ممكن يتصرف هو التصرف الخاطئ فما تتخذ قرارك لحد يتما تهدى الأمور بعدين أنت يفكر بروية في الأمر واتخذ قرارك مثل ما بدك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هذا اليوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم ولكن بتكونوا تخلوا علاقتكم جيدة مع المسؤولون عنكم لأنه ممكن أنه اليوم يكون الخلاف بسبب تأخير أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد المسؤولين وهذا بيت السمعة يعني بمعنى آخر لا تجازف ولا تغامر ولا تندفع ولا مخالفة قوانين ولا عاطفيا من وراء الكواليس ولا كل الأمور هاي لأنه أي شيء بشوه السمعة اليوم على المحك إن كان بعملك أو بحياتك وممكن يصير خلاف ما بينك وبين أحد الشخصيات المرموقة أو أصحاب المكانة وهذا شيء ما رح يمر بالهي فعشان هيك يركز بعملك بدوامك انتبه لراحتك وحاول قدر الإمكان تبعد عن أي شيء لأعلاقة بالقانون أو تشويه السمعة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا النشاط كله رح يكون على مستوى السفر الاتصالات البعيدة التعامل مع الأجانب الأمور اللي إلها علاقة بالامتحانات الجامعية الدراسة الجامعية الإشي اللي إلها علاقة بالاستيراد والتصدير على كل المستويات هاي ولكن المشاكل تيجي في نفس النقطة هاي يعني ممكن يصير خلاف ما بينك وبين شخص أجنبي أو من خارج البلاد أو خارج البلاد ممكن يصير مشكلة مع الأحبة بسبب التصرع بالكلام أو نقاش ينفهم بطريقة خاطئة اللي عندهم سفر ممكن يتأخروا أو يلغى سفر لإلهم أو يصير مشاكل لتأجيلها اللي عندهم امتحانات جامعية بدهم يركزوا بشكل جيد ما يندفعوا بالإجابات لأنه هذا الاندفاع ممكن يكون فيه أخطاء والأخطاء هاي انت الخاسر من وراء هذا الموضوع اللي بينتظروا بريد أو شحنة ممكن ما تيجي اليوم أو تتأخر لسبب أو آخر فعشان هيك بدك تحط في بالك إنه كثير من الأمور اليوم ممكن إنها تستفزك عشان هيك بدك تتمالك أعصابك قدر الإمكان وحامل حاول إنك ما تغامر وما تجازف وما تتحدى برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا التركيز رح يكون على الأمور المالية المشتركة وهي الأموال اللي معك شريك فيها البنك بكون شريك الزوج والزوجة شركاء الميراث شركاء الضريبة شركاء يعني أي مال مشترك حتى المال المؤتمن عليه مشترك فعشان هيك اليوم رح يتركزوا على الأموال المشتركة وفي فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو حل مشكلة مالية قديمة أو مطالبة بحقوق لا إلك أو يجيك بعض الأراء أو الأفكار أو حتى الأخبار اللي بتتعلق بهذا الموضوع الأهم اليوم مهما كانت المغريات لنجاح مشروع ما وأقول لك لو كانت مية في المية فاتحة قدام معنك أنك رح تنجح في هذا المشروع عد للخمس تلاف قبل ما توقع على الورق أو قبل ما تولقه ليش؟ لأنه اليوم خداع وخصوصا من ساعات العصر وما بعد وانتبه على الأموال من السرقة أو الضياع ومين ما إيجا يقول لك يعني أقرضني مال برجع لك بعد ساعة بعد يوم بعد أسبوعين وشكات وأوراق وعقود اعرف أنه رح ينصب عليك ورح تتغلب لاسترداد أموالك والشخص اللي رح يقرب يطلب منك أموال اليوم بالأغلب هو مش محتاج للأموال ولكن هي نوع من أنواع الاستغلال حاول قدر الإمكانة راجع نفسك تدرس الموضوع بعقلانية وما تخلي عواطفك هي اللي تلعب فيك ممكن يصير فيه مطالبات مالية أو ضغوط عليك ولكن بدك تصبر وما تعمل أي مواجهات الأمور الغيبية برضو له دور حاول أنك ما تغامر وما تجازف بالخيال وخصوصا بالغيبيات والروحانيات هيك بنكون خلصنا إحنا شرحنا للتوقعات اللي بدي أخذ التفاصيل موجودة بالحلقة الأخرى زي ما حكينا اللي بتنزل قبل بساعة من هاي الحلقة وفي حلقة نزلت يوم يبلغ كم من يوم لها علاقة ببداية الدروس اللي حاب يستفيد منها برضو يروح يسمعها ما تنسوا الكبسات اللي تحت كبسوا عليها ديسلايك واللايك والشير والكومنت والاشتراك والمشعارة كبسوا على اللي بدكوا إياه واللي بدي يحضرني يحضرني يعمل بلوك وخلص يريح رأسوه هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء